لو فقدت قمتك كأمة وعبدة لله وإنسانة تحترم نفسها قبل ما ما تطلب من الآخرين يحترمون لو أنا فقدت علاقتي بربنا حزينة أقسم مهما تروحي بقى في أي حتة ومهما تتفسح وياخدوكي بصي ولك أنا عروح مش عارفة فين فتيحة قفلت الحاجز دلوقتي مش عارفة جذر ايه قفل يا جرح لسه بدأ استغفى عشان تغفل شوفي مهما كلها نركب الكابادوكيا مش عارفة نعرف اسمه ايه بتاع المنطاط ده كل المتعة اللي ممكن تتخيلها وتتحكي مش هتبقي مبسوطة ليه؟ في حاجة نعصف في علاقة بينكم وبين ربنا مش موجودة في المناجاة مش موجودة القيام حس انك انت لكي سند وليكي ركن ركن شديد تركاني إليه؟ مبوزار مش بنقول مش هنعيش من غير معاصي لا يعني الدنيا كلها ممكن لازم كده يعني هي دنيا امر طبيعي ان احنا نغلط فنتوب نغلط تاني فنتوب تاني نغلط عاشر نتوب عاشر نغلط عشرمية الف مليون مرة احنا احنا نفس الكلام هنرجع تاني النقطة دي مهمة جدا ان يبقلك حال اوعي تسقدي عبوديتك لله عز وجل فلو فقدت عبوديتي لله النقطة دي نظريتي لنفس ذات نفسيها مش كويسة مباش حاجة بالتمنى عايز ربنا يهديك ووفقك ويرشدك ويسددك قولا وفعلا وحالا حسيني علاقتك بربنا اقل حاجة اوعي ضياع الصلاوات اوعي انت عارفين مرحلة الجمالها في ايه وخطرتها في ايه؟ جمالها ان عندك حس المسئولية الفردية خطرتها في ايه؟ عادي لا ماما موجودة ولا بابا موجود ولا حد هيبص صليتي ولا ما صليتيش قصرت الطرحة ولا طولتيها وعملتي كذا ولا كذا لكن حس ان انا المراقبة الذاتية لي وبين ربنا ده اللي موجود لو فقدتها لكن لو انا مستمرة فيها ولو نجحت فيها انت نجحة النقطة رقم اتنين صدق اللوجة الى الله في كل مشكلة قبل ما اخد حاجات اللي هو الاسباب اللي موجودة في الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى عطهلنا ان احنا ناخد بها احنا ام اي مع السبابية العالم كله والدنيا كلها اي مع السبابية ومأمورين ان احنا ناخد بالاسباب لكن لما نيجي بقى بعد موضوع الاخد بالاسباب دي تيجي فين ما ترجعهاش لرب الاسباب فاضية ما فيه عدم فرحة في عدم استمتاع لكن لو قرنا الاثنين الله يا سلام بقى لو لقيته الصحبة ليه لان الصاحب ايه صاحب الله يا دي بباشة عاشا باودي جدي بتروح شواء يقولك كده دي تيجي عادي وتركب عاو بتروح شواء استغفر الله معيني يقول صاحبتها بريئة برائة الزيب من دم ابن يعقوب ولكن علشان صاحبتها عملت فيتقال فلان فلانا زيها لا اختاري وادعي دايما والله يا بنات والله ومجرب ادعي دايما يا رب ادعي دايما ان ربنا يرزقني الصحبة اللي نفس الفكر اللي تحافظ علي اللي يبق انا وهي يلا نروح الجنة مع بعض ونعين على بعض اللي اربع محاور دول اللي احنا قلناهم دول لغينا عنك فيهم في موضوع الوعي المهارات الفردية حس المسئولية المسئولية الفردية الاعتماد عن نفسه والعمل التطوعي والانشطة الثقافية والانشطة الاجتماعية ودي اجمل فترة تستغليها اللي استعانى بالله وابدا ما تستغني عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى ده اللي عندي اقوله لكم طبعا يحيد دا كله العبودية اللي فيها الاختلاط خلي بالك المراقبة لله سبحانه وتعالى مش ابوية وامي مش موجودين فانا اعمل لانا عايزة لا مراقبة لله سبحانه وتعالى المحافظة على الصلاوات في وقتها مع السنة النوافر عبوديتي لله كامل انا عايزة اقول لكم ان عدد ايات اللي الله سبحانه وتعالى في القرآن بيؤمرنا بيها بالاخلاق والتعامل والاخلاق الحسنة ما يزيد عن الف ويه ايات العبادات مية وشوية يعني عشر تضعاف الكلام في القرآن من ايات العبادات لآيات الاخلاق عشر اضعاف اخلاق فالدين معاملة ما تقوليش بقى وكذا لا 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 انا عايزة ماشي كمان صلاة والقرآن وكذا واشوفه في سمتك اشوفه في وقت اذا خلوا بمحارم الله ايه اللي حصل لما بعدت عن ابي وامي ايه اللي حصل هو ده هنخلي بالنا يا بنات من حاجة زي كده